دياً مشاهدين ومقتراب عيد الأطحى المبارك تعرف هذه الأثناء أو في هذه الأيام أقول بيئة تحديد كل من أسواق المواشي وكذا نقاط البيع المنتشرة عبر ولايات الوطن حركية لدى المواطنين ولا تفاصيل أوفا يلتحق بنا على المباشرة زمي الحمزة بن هويس المتواجد في هذه الأثناء بأحد نقاط البيع بالعاصمة لرصد أسعار المواشي وكذا أرى المواطنين مساء الخير حمزة مساء الخير زميلة ماجدة مساء الخير لكل المشاهدين إذن هنا بهذه النقطة لبيع الكباش على غرار النقاط الموجودة هنا بالعاصمة إذن كما ترين معي أنا متواجد الآن بشراجة بنقطة بيع للكباش يعني يتواجد معي الآن الموالين الذين سيفيدون معناه بالأسعار التي تراوحت بين 40 ألف و50 ألف دينار جزائري يتفضل معي السيد شيخ نايلي أهلا وسهلا بكم نعم ممكن تخبرنا على الأسعار هنا يعني كما قلت بـ 45 ألف و55 ألف كاين أقبال معناه من طرف المواطنين؟ كاين كاين أقبالي ومعناها وشنو هي الحاجة التي تتحكم معناه في الأسعار؟ وشنو على أي أساس معناها تحدو أسعار كباشهم؟ الأسعار تحدد على العلف العلف قالصنا واللي يخدم العلوش ناقص العلف راح بادرت من كان من مئتين وعشرين ولا بثلثمية وخمسين النص نص اللي يخدموا العلوش حبست معناها رانا نشوف إذا استطعنا القول يعني المواطنين هنا إقبال محتشم معناها أسكو في الأيام القادمة أو هل نستطيع القول أنه في الأيام القادمة راح تكون معناها نزول في الأسعار معناها ممكن معناها الأسعار أنتم تمسكين بهذه الأسعار بين 40 ألف إلى 50 ألف دينار جزائري هذه تمبيل الأسعار مستقرة ما تزيد مولو والمواطن كان يحوس لتع ثلاثة وكان يقول لك أن يحوس لتع عشر هي كين تع عشر وكين تع عثنا عشر وكين تع من ثلاثة ونص حتى الثنا عشر كين كل واحد على حساب المقدور والمواطن معناها ببسيط نشوفه كين المواطنين معناها داوي دخل محدود جدا معناها يقول لك أزوج ملين وخمسمائة من معناها أكثرها مواطن بسيط أكثرها كين يحوس حتى لتع زوج ملين كينتو مع عندكم هذا معناها زوج ملين مستحيل سما محل تبدأ ما كانش مكانش الحال أقل سعر عندك أقل سعر ثلاثة ونص شكرا جزيلا يحضر معي قويدر تاني تفضل مواله هو تاني السلام عليكم كينما راكم تشوفوا الأسعار في متناول الجميع الحمد لله البيع بشوية والأسعار راح تقود مستقرة كينما راكم تشوف الكبش خمس من الهين يوزن خمسة وستين كده والله يبارك يعني في متناول جميع الأسعار هما معناها المتداول أكثر معناها يقول لك في الأيام الأخيرة نظرك ما زال شوية عيد الأطحى ما زالوا حوالي عشرونها يوم ولا معناها أنتم أسكوا راح تكون هناك نزول في الأسعار الأسعار راح تكون مستقرة الحمد لله احنا يا مناش نشروا ونبيعوا احنا دينا ربوا اسمعتني احنا نربيوا احنا ما يريد نقولوا ما نبيعوش والله حاجة نعود نرد للبلاد والأسعار راح في متناول الجميع مش راح تنزل الأسعار مغير معناها هذا شوف الله يبارك انت الكبش شوف الكبش هذا يدير خمسة خمسة ملايين هذا يدير خمسة وربعين يدير ربع ملايين معناها المواطنين كان ذوي دخل محدود معنا ما يقدروا شيروا لا لا الحمد لله رانا نبيعو يعني اقبال الحمد لله وحنا المشتريات توعنا على العام يعرفونا ما نزيدهم النقص احنا عدنا المشتري يجي خيار خرفتها وكل وقت يدي خرفتها ما نظل لأخوله اوكي شكرا جزيلا ايضا زميلة ماجدة ايضا كما رأيت او كما سمعت هنا يعني الاسعار يتروحت بين ربعين الف الى خمسون الف دينار جزائري لأسعار الكبش وقال لك باللي هناك اقبال المواطنين معناها اقبال المواطنين الان احنا رأينا نشوفوا شوية ما كانش اقبال ولكن كان اقبال احنا في الوقت الراهن شفنا بالنقص شوية اقبال المواطنين هنا على هذه النقاط ولكن هما رأيهم يصروا انه كان اوقات ليكون فيها معناها المواطنين ليكونوا فيها المواطنين مقبلين على هذه النقاط لهذه النقطة سرتوبة اللي رأي متواجدة بالشراجة هنا كما ترون معي يعني هذه الكباش نعم اذا كما ترون معي هذه النوعية الكباش اللي تروح السعر تحمى بين 40 الى 50 الف دينار جزائري وقال لك يعني اقل سعر هو 35 الف دينار جزائري ولحظنا يعني اقبال شوية المواطنين هنا اللي كانوا متواجدين فقط اكتفوا بمعناها بالسؤال عن السعر اكتفوا بالسؤال عن السعر جزيلة شكر لك هناك معناها كنقاط اخرى في العاصمة اكيد شكرا لك حمزة بن هويس موفي التلفزيون